لو انت قلبك ضعيف ما تكملش الفيديو دي قصتنا بتدور سنة 2005 في مصر وبالتحديد في محافظة المينيا في قرية هناك او عزبة اسمها شمس الدين بلد جميلة وهادية جدا وناس طيبين ودية ماشية امامه زي الفور في يوم من الايام خرج شخص اسمه ابو بكر الراجل ده سيدة عايش في القرية وعنده مجمع خرج يصلي الفجر وهم تعود لما بيخلص صلاة بيروح على بيت والدته فراح البيت وفتح الباب واول ما دخل استغرب من ودوق البيت في حاجة مشتضعية البيت هادي على غير العادة دخل قدت والدته فتح النور وكانت الصدمة الكبيرة جدا ليه لقى والدته مرمية على السرير مجبوحة وبطنها مفتوحة ومتاخد كل اعضاءها وفوق كل ده كان بيتاخد العضو التنسل بتاعها بالكامل اتصدم من المنظر وجير على طول على قولة اخوه علشان يشوف اللي حصل ده ويتفاجئ انه مجبوح ومقتول بنفس الطريقة بطنه مفتوحة ومتاخد كل اعضاؤه وكمان العضو التنسل بتاعها ابو بكر مستحملش المنظر واغم عليه فورا ويصحى يلاقي الناس ملمومة عليه وناس كتير جدا في الشارع علشان يتفاجئ انه مش هو الواحد اللي حصل فيه كده ده فيه بيتين كمان حصل فيهم كده البيت الاول هو بيت محمود محمد عبده بناتهم الاتنين كانوا يمين في الدور التاني ولما صحهم ونزلوا الدور الاول لأولهم مجبوح جنب والدته اللي كانت مجبوحة برضه وبطنه مفتوحة وكل الاعضاء متاخدة منه نفس الجانبتين اللي قلناه ووالدتهم نفس الكلام والغريب والمؤسف والقاسي في القصة دي انهم لقوا اخواتهم الصغيرين فاطنه 8 سنين واحمد 10 سنين نفس الكلام لما الاهالي لقوا الموضوع كده بدأوا اتطمانه على كل الناس اللي في الشارع لقوا ان بيت الاستاذ يحيى احمد مفيش حد ينزل منه ومفيش صوت خالص جاي منه طرعوا يخبطوا ومفيش حد يردوا فاطروا منهم يكتحموا البيت ويقصاروا الباب لقوا الاستاذ يحيى ومراته وولاده الاثنين مقتولين بنفس الطريقة كان عندهم ابن ثالث في قول اعداده الفترة دي كان بيبات عند جده الولد جي وشاف المنظر بعض الناس بيقولوا ان هو مات من الصدم ولكن في الاول وفي الاخر الله يكون فهمه المهمة عندنا دلوقتي مين اللي عمل كده مين اللي يعمل حاجة زي كده عشر جسس مقتولين بطريقة وحشية جدا استحال العقل يتوقعهم بدأت الشرطة والاجهزة الامنية انهم يدوروا على مرتكب الجرائم دي الغريب في الموضوع ان ما كانش فيه اي اثر او دليل مفيش اثر ان فيه حد يطلع على البيت ولا ان فيه حاجة تسرق كل اللي تسرق الاعضاء بتاعتهم بس فده خل الاحتمال كبير اوي ان اللي عمل كده عصابة بتاجر في اعضاء البشر وانهم كلهم ده كترة لان كانت الاعضاء متشالة بطريقة احترافية جدا بس مين يا جماعة اللي يقبل جريمة زي دي طول اطفال الموضوع فعلا مرعب وارعب وقلق كل الاهالة في الصعيد وكانوا بينظموا دوريات ويلفوا في البلد طول الليل كيفين لحد يطلع تاني بعد اسبوع من الحادثة الشرطة اعلنت خبر انهم مسكوا مرتكب الجرائم دي وهو الشاب محمد عبداللطيف اللي كان عنده 27 سنة ولكن ساعدها كل الادلة ما كانتش مثبتة عليه مفيش ولا دليل واحد عليه وعلشان الكل اتحكم عليه بالبراءة والحد اللحظة اللي انت بتسمع فيها الفيديو ده منعرفش مين هو مرتكب الجرائم